اسم الدرس أوظف مكتسباتي وأقيمها أولاً هذا جدول يحوصل إنتاج غابتي نخيل لفلاح بجهة الجريد عدد الأشجار النوع معدل إنتاج الشجر الواحدة كتلة الإنتاج الجملي الغابة الأولى خمسمائة وأربعة وثمانين دجلة النور واحد قنطار وأربعة كيلوغرام الغابة الثانية عليج واحد قنطار وخمسة وعشرون كيلوغرام مئة واثنان وستون طن وسبعة قنطار وخمسون كيلوغرام أبحث عن المعطيين الناقصين الإجابة الإجابة واحد قنطار وأربعة كيلوغرام يساوي مئة وأربعة كيلوغرام واحد قنطار وخمسة وعشرون كيلوغرام يساوي مئة وخمسة وعشرين كيلوغرام مئة واثنان وستون طن وسبعة قنطار وخمسون كيلوغرام يساوي مئة واثنين وستين ألف وسبعمائة وخمسين كيلوغرام كتلة الإنتاج الجملي للغابة الأولى عدد أشجار دقلة النور في معدل إنتاج الشجر الواحدة خمسمائة وأربعة وثمانون في مئة وأربعة يساوي ستين ألف وسبعمائة وستة وثلاثين كيلوغرام عدد أشجار الغابة الثانية كتلة الإنتاج الجملي للعليج على معدل إنتاج الشجر الواحدة مئة واثنان وستون ألف وسبعمائة وخمسون على مئة وخمسة وعشرون يساوي ألف وثلاثمائة واثنين شجرة عدد الأشجار النوع معدل إنتاج الشجر الواحدة كتلة الإنتاج الجملي الغابة الأولى خمسمائة وأربعة وثمانون دجلة النور واحد قنطار وأربعة كيلوغرام ستون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون كيلوغرام الغابة الثانية ألف وثلاثمائة واثنان عليج واحد قنطار وخمسة وعشرون كيلوغرام مئة واثنان وستون طن وسبعة قنطار وخمسون كيلوغرام أبقى الفلاح للاستهلاك العائلي واحد قنطار وستة وثلاثون كيلوغرام من دجلة النور ونصف قنطار من العليج وصوق الكميات الباقية من الإنتاج مثل ما يبينه الجدول التالي في الخارج في الأسواق الداخلية تسويق دجلة النور أربعون طن وخمسة كنطار الكمية المتبقية تسويق العليج لا شيء الكمية المتبقية وضع الفلاح الكمية المعدة للتصدير في صناديق يتسع الواحد منها لخمسة وعشرين كيلوغرام ونقلها إلى ميناء سوسا على شاحنة حملت في سفرتها الأولى عشرين طن وخمسة كنطار والكمية المتبقية في سفرتها الثانية أبحث عن عدد صناديق الدقلة المعلبة الإجابة بعد حساب الكمية المسوقة في الداخل لكل صنف وهي كمية الإنتاج إلا كمية الاستهلاك مع الكمية المسوقة إلى الخارج سنقوم بوضع جميع المعطيات في الجدول الآتي لتسهيل العمل بها وتوظيفها كمية الدقلة المسوقة في الداخل ستون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون كيلوغرام إلا مئة وستة وثلاثون كيلوغرام مع أربعون ألف وخمسمائة كيلوغرام يساوي عشرين ألف ومئة كيلوغرام يساوي مئتين وواحد قنطار كمية العليق المسوقة في الداخل مئة واثنان وستون ألف وسبعمائة وخمسون كيلوغرام إلا خمسون كيلوغرام يساوي مئة واثنين وستين ألف وسبعمائة كيلوغرام يساوي ألف وستمائة وسبعمائة وعشرين قنطار الإنتاج الاستهلاك الكمية المسوقة في الخارج الكمية المسوقة في الداخل دقلة النور ستون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون كيلوغرام واحد قنطار وستة وثلاثون كيلوغرام يساوي مئة وستة وثلاثين كيلوغرام أربعون طن وخمسة قنطار يساوي أربعين ألف وخمسمائة كيلوغرام عشرون ألف ومئة كيلوغرام يساوي مئتين وواحد قنطار العليج مئة واثنان وستون ألف وسبعمائة وخمسون كيلوغرام نصف قنطار يساوي خمسين كيلوغرام صفر مئة واثنان وستون ألف وسبعمائة كيلوغرام يساوي ألف وستمائة وسبعمائة وعشرين قنطار عدد صناديق الدقلة المعلبة الكمية المعدة للتصدير على سعة الصندوق الواحد أربعون ألف وخمسمائة على خمسة وعشرون يساوي ألف وستمائة وعشرين صندوقا أبحث عن عدد الصناديق المحمولة في كل سفرة الإجابة الصناديق المحمولة في السفرة الأولى الكمية المحمولة في السفرة الأولى بالكيلوغرام على سعة الصندوق الواحد عشرون ألف وخمسمائة على خمسة وعشرون يساوي ثمانمائة وعشرين صندوقا الصناديق المحمولة في السفرة الثانية عدد صناديق الدقلة المعلبة والمعدة للتصدير إلا عدد الصناديق المحمولة في السفرة الأولى ألف وستمائة وعشرون إلا ثمانمائة وعشرون يساوي ثمانمائة صندوقا أو يمكن احتسابها كالآتي الكمية المتبقية على سعة الصندوق الواحد أربعون ألف وخمسمائة إلا عشرون ألف وخمسمائة على خمسة وعشرون يساوي ثمانمائة صندوقا قبض الفلاح أربعين ألف وخمسمائة أورو من عملية بيع الدقلة في الخارج واحد أورو يساوي ألف وخمسمائة مليم وباع الكمية المسوقة من دقلة النور في الأسواق الداخلية بحساب مئة وثمانين دينارا للقنطار الواحد كما باع كمية العليج بستين دينار للقنطار الواحد أبحث عن الدخل الجملي لهذا الفلاح الإجابة دخل الفلاح ثمن بيع الدقلة بالخارج أربعون ألف وخمسمائة في ألف وخمسمائة مليم يساوي ستين مليون وسبعمائة وخمسمائة ألف مليم يساوي ستين ألف وسبعمائة وخمسمائة دينار ثمن بيع الدقلة بالداخل مئة واثنان قنطار في مئة وثمانون دينار يساوي ستة وثلاثين ألف ومئة وثمانين دينار ثمن بيع العليج ألف وستمائة وسبعمائة وعشرون قنطار في ستون دينار يساوي سبعة وتسعين ألف وستمائة وعشرين دينار الدخل الجملي ثمن بيع الدقلة بالخارج مع ثمن بيع الدقلة بالداخل مع ثمن بيع العليج ستون ألف وسبعمائة وخمسون دينار مع ستة وثلاثون ألف ومئة وثمانون دينار مع سبعة وتسعون ألف وستمائة وعشرون دينار يساوي مئة واربعة وتسعين ألف وخمسمائة وخمسين دينار ثانيا قال الظياء نملك قطعة أرض مربعة الشكل قام أبي بتقسيمها إلى قطعتين متساويتين ثم باع إحداهما سأعد لها تصميما معوضا كل عشر متر بواحد سنتيمتر حيث جيم دال أحد أظلاع هذا الشكل أساعد الظياء على إعداد تصميم لهذه الأرض بعد تقسيمها باستعمال المسطرة والبركار الإجابة باستعمال المسطرة والبركار قمنا برسم تصميم لقطعة الأرض بعد تقسيمها وتحصلنا على الشكل التالي أحسب قيسة مساحة القطعة المبيعة بطريقتين الإجابة طول القطعة دال جيم على التصميم خمسة سنتيمتر إذن طول ظلع قطعة الأرض خمسة في عشرة متر يساوي خمسين متر مساحة القطعة المبيعة خمسون في خمسون على إثنان يساوي ألف ومائتين وخمسين متر مربع أو خمسون على إثنان في خمسون يساوي ألف ومائتين وخمسين متر مربع ترجمة نانسي قنقر